فأنا عايز أقول إنه الشباب ما عندوش مشكلة لو أنا اتفهمت يعني يتكلموا بالإنجليز أنا لحظت حتى في كندا في أماكن تاني يعني من النادر حتى بيتكلموا اللغة العربية لكن بيتكلموا اللغة الإنجليزية فإزاي يعني تربط اللحن أصلا هو كان فكرة عبقرية فكرة اللحن العبقرية إيه عندنا ألحان طويلة بتبقى في المناسبات عندنا ألحان يومية عندنا لحن اسمه أربع نقوص من صلي الصبح والزوكسولوجيات أربع نقوص ده بيسلم السلام للكنيسة بيت الملائكة كأن واحد بيصبح على الكنيسة والقدسين على الكيان اللي هو مش شايفه حيطان وشايفه كيان حي عشان كده بتغلق الحواس المادية وتفتح الحواس الروحية فبتفعل معه وبعد كده الزوكسولوجيات بيتكلم عن مثلا القدسين عايز أذكر لك مثلا قديس زي ماري مينا بداية اللحن إيه مفيش كلام خارج السياق بيقول اللحن كده إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما هذه الحياة الباطلة القديس أظامينا ترك العالم ومجده الفاسد وبزل نفسه للنار وجسده للموت وقابل عذابات كثيرة أو عظيمة لأجل اسم ابن الله الحي الفكرة أنه كل التفكير ده بيجمع الولاد الولاد لو فكر في محتوى الكلام هيلاقي أنه هو ده العقيدة وهو حبيبها فبيقولها في لحن في نفس الوقت أنا عندي برضو علشان التكرار أنا عندي مثلا لو أنا عندي في الصيام بلاقي مثلا لحن اللي هو اللي هو بيتكلم عن أبانا اللذي بلاحن بسيط الزكسولوجيات اللي هو مثلا بنقولها في طول السنة بشكل في الصوم بشكل حد الشعنين في شكل كياحكي شهر كياحكي اللي هو بيتكلم عن أمنا العضرة ماريا متجسد المسيح كل حاجة يعني يعني لو حد بعد ألفين سنة من تصميم الكنيسة حاول يعمل كنيسة لشعب زي مصر هينبهر من أنه خديث ماري مورغس وأبق كنيسة سابقين عصرهم بألفين سنة ترجمة نانسي قنقر